لما نجي نتكلم عن الإزاعة المصرية من 34 لحد دلوقتي اللعبة تدور مهم جدا في مواقف كتيرة ما كانش لسه حتى التلفزيون ظهر ما فيش شك إن الإزاعة لها تأثير كبير جدا في وجداننا كلنا كانت الوسيلة الوحيدة اللي موجودة وبنقدر نعرف من خلالها الأخبار وفيها برامج متنوعة وده المهم في البداية نتكلم عن مراحل تطور الإزاعة المصرية لحد ما وصلنا للعاصر الحالي أنا ممكن أرجع بيك لقبل 34 يعني لما نقول 100 سنة إزاعة أو الاحتفال بمرور 100 سنة على الإزاعة الإزاعة نشأت في العشرينات الإزاعة نشأت في أوروبا وفي أمريكا سنة 20 وفي أوروبا كلها من 22 وإحنا طلعين في مصر الإزاعة كانت موجودة سنة 26 بس كانت إزاعة أهلية يعني إزاعة مش إزاعة حكومية فعلشان كده لما نقول 100 سنة إزاعة إحنا كنا مواكبين وكان عندنا إزاعة من سنة 26 لحد كانت الإزاعة هدفها بقى اللي أنت بتقول عليه كان هدفها كوميرشال أو هدفها اقتصادي يعني كانت إزاعة خاصة بتجارية لما جات الحكومة أعلنت الإزاعة الرسمية لمصر سنة 34 دي أول إزاعة عربية أول إزاعة في المنطقة العربية كلها سنة 34 بعدنا كانت إزاعة الإعلام سنة 36 كان الهدف هو الإعلام مش التجارة أو الهدف التجاري كان هدف إعلامي تثقيفي ترفيهي وهو ده الشعار اللي حطاه الأمم المتحدة السنة دي اللي هو الإعلام والتثقيف والترفيه طيب لما نيجي نقول المئة سنة زاعة أو أكتر بكثير زي ما حادتك بتقول إحنا ليه لسه كل بيت في راديو ولسه بنسمع راديو في العربيات على الموبايل على التليفزيون برضو بنبقى فاتحين قنوات الراديو فأنا عايز أعرف ليه إحنا لسه مرتبطين بالراديو هي الوسيلة الوحيدة اللي أنت ممكن تسمعيها بدون تدخل يعني أنت وإنت قاعدة في عربيتك بتشغال الراديو بتعرفي الدنيا فيها إيه بتعرفي الأخبار فيها إيه ما فيهاش مجهود هي بتعتمد على المتلقي بس المتلقي أنا بفتح الراديو اللي بيشديني للراديو إيه يعني إيه اللي هيخليني أفضل أسمع إزاعة انتماءاتي اتجاهاتي أنا عايز أعرف أخبار عايز أسمع أغنية عايز أعمل أسمع حاجة أنا بحبها عايز أرجع لحاجة في النستلجا يعني حاجة قديمة أسمعها الراديو كان مرتبط معي بحاجة كان الراديو مرتبط مع الناس بحاجات كتير يعني أنت تلاقي نفسك في وقت معين كنت بتسمع حاجة معينة بتحن لها صحيح فهو ده هو ده اللي بيربط الناس بالراديو مش محتاج أن أنا أقعد قدامه زي شاشة التلفزيون مش محتاج أن أنا إنتراكتف معاه زي وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا مش محتاج ده كل طيب بالنسبة لحضرتك إيه ذكرياتك مع الراديو زمان وبداية دخولك لهذا المجال أنا أدخلي إلى هذا المجال اللي كان مصدفة يعني أنا أقدي أنا مخرج واشتغلت في الدراما وقدمت في المسابقة كنت أيمية بعمل ماجستير في السايكو دراما في صحة نفسية أنا الدكتورة بتعتي الساحة نفسية فكان انترستي لها أن أنا أشتغل في الدراما أو أخذش الدراما قدمت في المسابقة واتفاجئت أن أنا نجحت يعني دخلت الإزاعة اشتغلت في الدراما في الإزاعة عرفت بقى كل أشكال البرامج الإزاعية البرامج الوثائقية البرامج المنوعات كل الريبورتاج كل أشكال الكتابة لها